اشتركوا في القناة والخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه طبعا الخمر لا يخفاكم بالنسبة لحكمها الشرعي محرمة بالإجماع فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام والإجماع منعقد على حرمة الخمر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام الخمر طبعا هي كل ما خامر العقل وغطه كل ما خامر العقل وغطه ولذلك الخمر في واقع الأمر هي أم الخبائث وهي مفتاح الجرائم والجرائر سبحان الله العظيم الخمر هذه تركها كثير من العقل في الجاهلية تركها كثير من العقل في الجاهلية لماذا؟ لأنهم رأوا بأن الخمر تغطي العقل الذي هو مناط التكليف العقل الذي به يفهم الإنسان ويتميز عن غيره من مخلوقات الله مثل البهائم وغيره ولذلك الإنسان إذا شرب الخمر وغطت الخمر عقله ما يفرق بين الحلال والحرام بين من تحله أو تحرم عليه ولا يفرق بين التمر والبعرة ولا يفرق بين الطهارة والنجاسة ولذلك بعض الناس حرموها في الجاهلية قالوا ما يمكن أن الخمر هذه نشربها لماذا؟ لأنها تسقطهم من كرامتهم التي الله عز وجل خلقهم وكرمهم ولذلك الخمرة لما كانت منتشرة في العرب جاء التحريم بشكل تدريجي كما لا يخفى عليكم وهذا مذكور طبعا في كتب التفسير وكذلك كتب الإحكام هنا المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث المرهبة في شرب الخمر ونلحظ أيضا أن هناك أيضا تتميز قاعدة سد الذرع تتميز قاعدة سد الذرع ولذلك كل ما يقود إلى شرب الخمر وانتشار الخمر هو محرم كما نلاحظ وأيضا الوسائل لها أحكام المقاص قاعدتان هنا تتميزان في هذه المسألة سد الذرع وكذلك أن الوسائل لها أحكام أحكام المقاص طبعا الأحاديث التي ذكرها المصنف كثير وهي تشتمل على ذكر عقوبات شارب الخمر عقوبات شارب الخمر وليس المقصود بالعقوبة الحد وإن كان سيأتي ذكرنا الحدود فيما سبق لكن العقوبات المترتبة على من شرب الخمر وهي كثيرة نسأل الله العافية والسلام وفي عقوبة واحدة ما يكفي لمن لديه مسكة عقل لديه إيمان أن يرتدع وأن يترك هذا المحرم الذي هو شرب الخمر طيب الآن ندخل في الأحاديث وممكن تقيدون ما يتعلق بمفاسد الخمر وأيضا آثار الخمر وأيضا العقوبات المترتبة على شارب الخمر في الدنيا ويوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواه البخاري والترمذي والنساء وزاد مسلم في رواية أبو داود بعد قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة بعد ولكن التوبة معروضة بعد هذا الحديث يشير إلى مسألة وهي أن شرب الخمر منافي للإيمان منافي للإيمان ومن أهل العلم ذهب إلى أن شرب الخمر منافي للإيمان حال شرب الخمر حال شرب الخمر فإذا شرب المؤمن الخمرة ذهب عنه الإيمان كما جاء في الأحاديث فيما يتعلق بالزنا إذا زنى المؤمن طبعا الحديث هذا ذكر ثلاثة ذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر كما في حديث المسعود بأنه يرتفع الإيمان كالظلة فوق راسي فإذا تاب عاد إليه القول الثاني قالوا لا يشرب الخمر لا يشرب الخمر يعني المؤمن حين يشربه ومؤمن يعني كامل الإيمان كامل الإيمان ومن أهل العلم ذهب إلى أن من استحل شرب الخمر كفر أن من استحل شرب الخمر كفر وهذا إجماع أهل الإسلام إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأنا قصدت بقولي من أهل العلم ذهب إلى توجيه هذا الحديث إلى توجيه هذا الحديث أن هذا الحديث المقصود فيه ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن إذا استحلها وهذا طبعا يظهر بعيد الأمر الثاني لا يشرب المؤمن الخمر حين يشربه وهو مؤمن يعني ينتزع منه الإيمان نسأل الله العافية ولكن هذا الإيمان لا يلزم منه ذهاب الإسلام لأن عندنا الدين على ثلاثة مراتب إسلام وإيمان وإحسان دائرة الإحسان أوسع تشمل الإيمان والإسلام دائرة الإيمان أوسع من الإسلام والإسلام هو الدائرة الضيق ولذلك قالوا بأن لا يشرب المؤمن الخمر حين يشربه وهو مؤمن يعني يذهب عنه الإيمان في هذه الحالة في هذه اللحظة في حالة تلبس بشرب الخمر قول الثاني قالوا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يعني كامل الإيمان وهذا لا شك بأنه يعني محل اتفاق لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان والخمر معصية كبيرة من كبائر الذنوب عظيما من عظائم الآثام ولذلك هذا الحديث يشير إلى خطورة شرب الخمر نسأل الله السلام والعافية ثم قال ولكن التوبة معروضة بعده فإذا تاب من شرب الخمر تاب الله عليه طيب هل إذا رجع إلى شرب الخمر تكون التوبة منقوضة خلاف بين أهل العلم الذي يظهر بأن التوبة على ما هي عليه لا تنتقض إذا عاد إلى شرب الخمر إلا أن يكون مستهزئا مستهترا متعمدا يعني اللعب بدين الله سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود واللفظ له ابن ماجة وزاد وآكل ثمنها نسأل الله العافية والسلام هذه العقوبة الثانية لعن الله اللعن ما هو اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وذكرنا لكم فيما سبق بأن ضابط الكبيرة كل ما ورد فيه لعن أو غضب هذا أحد الأمور التي تضبط الكبيرة من كبائر الذنوب إذن هذا يدلنا على أن الخمر من كبائر الذنوب من عظائم الآثام لأن ورد فيها اللعن لعن الله الخمر فالله تعالى لعن الخمر لعن الخمر والله جل وعلا خلق الخمر وكرهها ونهى عنها جل وعلا وتقدس وذلك لعنها الأمر الثاني أن الخمر يلعن فيها أطراف كثر سواء من يعاقرها أو من يعين عليه أو من يعين عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر وشاربه فشارب الخمر ملعون لعنه الله عز وجل واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لماذا؟ لأنه منتهك لحدود الله واقع في محارم الله لديه جسارة على ما نهى الله عز وجل عنه ولذلك استحق اللعن قال وساقيها ساقيها النادل الذي يسقي القوم الخمر أو يكون من يشربها قد يسقي غيره فيعني تكون اللعن عليه مضاعفة نسأل الله العافية والسلام فهو يشربها ويسقي غيره ولا يلزم أن يكون الساقي نادلا قد يكون الرجل يستضيف الناس في بيتي ويسقي ندماءه الخمر فيكون ملعون أيضا حتى لو لم يشرب الخمر حتى لو لم يشرب الخمر فالساقي للخمر ملعون ولو لم يشربها ومبتاعها المبتاع المشتري من يشتر الخمر ملعون وبائعها المتاجر بها تجارة الخمر والعياذ بالله وعاصرها لأن الخمر تصنع من العنب من التمر من الشعير من كذا من يعصر الخمر أيضا ملعون ومعتصرها طالب عصرها يقول له مثلا اعصر لي الخمر اعصر لي الخمر ومثل ما جاء في في سورة يوسف فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا أعصر خمرا يعني هو يقوم على تصنيع الخمر بعصره هنا ومعتصرها طالب الخمر يعني يقول اعصر لي من هذا النوع مثلا وحاملها الذي يحملها سواء حمل فردي بيده أو حمل بوسيلة نقل يعني يحملها في سيارة في أي وسيلة نقل من يحمل الخمر ليوصلها إلى من يشربها أو إلى من يتجاجر بها فهو ملعون والمحمولة إليه الذي طلبها شراءا أو طلبها لمعاقرتها أو لاتجارة بها هذا كله أيضا ممن يدخل في اللعن وآكل ثمنها آكل ثمن لأنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه إذن من يأكل من ثمن الخمر فهو أيضا ملعون نسأل الله العافية والسلام وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها بيناه معتصرها أيضا شاربها شاربها حاملها المحمولة إليه ساقيها بائعها آكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له والمشترى له ولذلك ما تصلح الضيافة في الخمر فمن أضاف أناسا على شرب الخمر ولو لم يشربها فإنه ملعون نسأل الله العافية والسلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزيرة وثمنها رواه أو داود وغيره إذن التجارة في الخمر حرام ومال خبيث وسحت نسأل الله العافية والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود وهذا ضابط أو قاعدة إذا حرم الله على قوم شيء حرم ثمنه ولذلك الفقه يقولون يقولون قاعدة في هذا ما حرم بيعه حرم ثمنه ما حرم أكله حرم ثمنه الميتة الخنزير الأوثان مثلا الكلب هذا كله محرم بيعه محرم أكله محرم التعامل به كذلك يحرم ثمنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها أو لكلهم منعونون نسأل الله العافية والسلامة بسبب الخمر ولذلك الوسائل لها أحكام المقاصد والشريعة جاءت بسده الذرائع رواه أحمد بإسناد الصحيف وابن حبان في صحيف الحاكم وقال الصحيف الإسناد وتقدم في باب الحمام حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائلة يشرب عليها الخمر الحديث وهذا يدلنا على أن شرب الخمر كبير من كبائر الذنوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا من أشد الألفاظ التي تشير إلى أن من وقع في هذا الأمر فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هذا الحديث أثاد مسألتي المسألة الأولى حرمت شرب الخمر وأنه من كبائل الذنوب والمسألة الثانية حرمت الجلوس على ما إذا يدار فيها الخمر ولذلك يحرم على إنسان أن يجلس في مجلس أو على ما إذا يدار فيها الخمر سواء في بيته في بيت أصدقائه في مطعم في أي مكان يحرم عليه أن يجلس على ما إذا يدار فيها الخمر والنبي عليه الصلاة والله قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على ما إذا يشربوا عليها الخمر لماذا؟ لأن الخمر محرم وجلوس الإنسان مع أصحابه أو مع ندمائه أو مع رفقته هذا قد يكون طريق إلى أن يعاقر الخمرة أو على أقل تقدير أن لا يتمعر وجهه من شرب الخمر فيصبح شيء طبيعي يألف هذا الشيء يصبح شيء طبيعي أن يجلس معه وناشي يسربوا الخمر ولا كأن الأمر يعنيه ولا كأن حصل هناك شيء يسخط الذي في السماء سبحانه وتعالى وتقدس ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجامل في هذه المسألة فيقول والله أنا خجلت وأستحي وشيء من هذا القبيل في حالات ضرورة يعني شخص مثلا في بلاد منتشر فيها الخمر ويريد أن يأكل وما وجد سبيل إلا هذا المطعم وهناك خمر يشرب لكن ليس على مائدته هذا مضطر هذا مضطر أما أن يجلس باختياره وبرضاه وليس ثم يعني أمر يدعوه إلى ذلك هذا لا يجوز بارك الله في الجميع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساء والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتوب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة وفي رواية لمسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتوب منها حرمها في الآخرة قال الخطاب ثم البغوي في شرح السنة وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها انتهى وفي رواية ابن حبان في حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدج حائط القدس مدمن خمر حائط القدس يعني الجنة يعني الجنة مدمن خمر ولا العاق ولا المنان عطاؤه رواه أحمد من رواية علي بن الزيد والبزار إلا أنه قال لا يدج جنان الفردوس لا يدج جنان الفردوس هذه الأحاديث التي قرأتها تشير إلى مسألة خطيرة وهي أن من شرب الخمر في الدنيا وكان مدمنا عليها ومات ولم يتم منها لم يشربها في الآخر لم يشربها في الآخر ولا شك بأن هذه الأحاديث أشكلت على كثير من أهل العلم وأنا سأرتبها كالتاني أولا ذكرنا بأن شرب الخمر كبير من كبائر الذنوب والإجماع منعقد على حرمة شرب الخمر الإجماع منعقد على حرمة شرب الخمر إذن هو كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عضاء من آثام ويستحق الإنسان العقوبة في الدنيا إذا ثبت أنه قد شرب الخمر هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كما جاء في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل مسكر حرام فمن أي نوع كانت الخمرة من أي نوع فإنها محرمة المسألة الثالثة وهي الأهم أن من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مدمن عليها مدمن أي يعني يشرب الخمر معتال شرب الخمر مدمن شرب الخمر لم يشربها في الآخر طيب كيف يشربها في الآخر لأن الله جل وعلا بين بأن الجنة فيها خمر لكن ليس كخمر الدنيا ليس فيها غول يعني لما يشربها الإنسان ما يذهب عقله وإنما هي من نعيم الجنة مما يتلذذ به أهل الجنة الجنة فيها أنهار من لبن من عسل ومن خمر لذة للشاربي خمر لذة للشاربي تعلمون القاعدة أن العقوبة من جنس العمل العقوبة من جنس العمل من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يحرمه في الآخر من لبس الحرير من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الجنة من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مدمن على شرب الخمر لم يشربها في الآخر هنا العلماء قالوا طيب مسألة نبحثها قالوا بأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها وجع ولا ألم ولا حسرة ونعيم الجنة دائم ولذلك من يحرم شرب الخمر في الجنة وهو قد استحق الجنة لأنه من أهل التوحيد بعد رحمة الله عز وجل كيف يحرم الشرب من خمر الجنة؟ هذه المسألة التي ذكرها العلماء من أهل العلم الذهب إلى أن المقصود بهذا من استحل شرب الخمر قالوا استحل شرب الخمر مسلم لكن استحل إذن يكفر واعتقد بأن هذا القول حقيقة خارج عن محل النزاع لأن أهل العلم يقولون من شرب من استحل عفوا من استحل ما حرم الله وليس ثم شيء يمنع من مثلا الحكم عليه فإنه هذا غير مسلم غير مسلم ما دام أنه توفرت الشروط وانتفت الموانع وتعمد وكذب القرآن وكذب السنة وكذب الإجماع قالوا هذا الكلام ليس مع هذا الكلام مع مسلم يشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله ويصلي وموحد ليس عنده شرك مات ولقي الله عز وجل وهو مدمن للخمر تعلمون بأن الإنسان إذا لقي الله بمعاصي والذنوب لم يتب منها وهو من أهل التوحيد من أهل الإيمان هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه على قدر ذنبه ولذلك هذا استشكر على كثير من أهل الإيمان فمن أهل العلم قال بأن بأن هذا المسلم الذي لقي الله عز وجل يعذبه الله لقي الله وهو مدمن مدمن شرب الخمر يعذبه الله قبل أن يدخله الجنة على قدر ذنوبه فتكون هنا مقاصة أو تكون هنا يعني أخذ جزاء ولذلك يدخل الجنة ويشرب من خمرها ومن لبنها ومن عسلها لكن المقصود هنا شرب الخمر لأنه شربها في الدنيا قالوا بأن الجنة لا حرمان فيها الجنة لا يحرم فيها من نعيمها أحد القول الثاني والذي يظهر أنه الراجح أن من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مدمن عليها ولم يتبئر الله منها حرمها في الجنة حرمها في الجنة كيف حرمها في الجنة؟ نعم يحرم في الجنة أليست الجنة درجات كما أن النار دركات النار الآن عذاب أهل النار ليس سواء على جميع أهل النار وإنما منهم من يعذب أشد العذاب ومنهم من عذابه دون ذلك الجنة درجات وإنما هذه الدرجات بالنسبة لدرجات الجنة لمن كان عنده يتفاوتون بحسب الإيمان بحسب الطاعة بحسب الإيمان بحسب الطاعة ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من مات مدمن على شرب الخمر وهو من أهل توحيد الذين وعدهم الله بالجنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير في الجنة إذا كان يلبس الحرير في الدنيا ولا يلبس الذهب في الجنة إذا كان يلبس الذهب في الدنيا وهذا يفيده هذه الأحاديث التي قرأناها وهي نص ظاهر على أن الله تعالى يحرم هؤلاء من هذا النعيم الذي وعده لأهل الإيمان الذين امتنعوا وجاهدوا أنفسهم عن شرب الخمر وعن لبس الذهب وعن لبس الحريق وإلا إذا قلنا بأنهم يشربونها استووا هم ومن جاهد نفسه وابتعد عن ما حرم الله عز وجل واجتهد في أنه يكون في ظلال الطاعة بعيد عن المعاصي إذا قلنا بأنه يشرب استووا ولذلك القول الراجح الذي يظهر بأنهم يحرم طيب نحن قلنا بأن أهل الجنة ليس لديهم يعني الله عز وجل ينعم عليهم بالسعادة وبالراحة طيب إذا قلنا بأنه حرم يحرم من خمر الجنة هل يكون هذا الذي دخل الجنة يعيش في حالة حسرة؟ الجواب لا قال العلمة بأن الله تعالى ينعم عليه بعدم الرغبة في شرب الخمر في الجنة ما يكون لديه رغبة في شرب الخمر ما يكون لديه رغبة في لبس الذهب ما يكون لديه رغبة في لبس الحرير بخلاف الذين جاهدوا أنفسهم بخلاف الذين وقفوا عند حدود الله بخلاف الذين لم ينتهكوا محارم الله فإن الله جل وعلا يجعل لديهم رغبة ولذلك يزدادون نعيماً أما هؤلاء فالله جل وعلا يذهب عنهم هذه الرغبة التي لا يشعرون من خلالها بالحرمان وإنما يتنعمون بباقي النعيم والله تعالى أعلم قال رحمه الله تعالى نعم قال وعن ابن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدمن الخمر إن ما تلقي الله كعابد وثن الله نستعلم حديث كثيرة نعم قال مدمن الخمر إن ما تلقي الله كعابد وثن وجاء في لفظ آخر من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن وعن نبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارة من دون الله عز وجل طيب لماذا؟ لأن الله جل وعلا هذه الحديث أن من مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن لماذا؟ لأن الله جل وعلا جمع الخمر مع الأنصاب مع الأنصاب قال جل وعليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب فجمعها مع الأوثان جمعها مع هذه الأوثان وهذا يدلنا على أن شرب الخمر كبيرا من أعظم الكبال ومن شد الآثام نسأل الله العافية والسلامة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث رواه أحمد والأفضله والنساء والبزار وقال الحاكم صحيح الإسلام وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث والرجل من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفنا فما الديوث قال الذي لا يبال من دخل على أهله قلنا فما الرجل من النساء قال التي تشبه بالرجال رواه الطبراني إذن هذا الحديث يشير إلى أن مدمن الخمر لا يدخل الجنة طيب هل عدم دخول الجنة أبدي أو أمدي قاعدة أهل السنة والجماعة إذا لقي العبد ربه موحدا مخلصا لا يشرك بالله شيء وعنده ذنوب أنه يعذب على قدر ذنوبه ثم يرد إلى الجنة بفضل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى هذه القاعدة عند أهل السنة عذابه في النار على قدر الذنوب هذا تحت مشيئة الله من حيث العفو عنه من حيث بقائه مدة طويلة مثلا أو مدة قليلة هذا إلى الله سبحانه وتعالى وبقية الألفاظ التي في الحديث شرحناها فيما سبق وعلى بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا الخمرة فإنها مفتاح كل شر اجتنبوا الخمرة فإنها مفتاح كل شر رضاه الحاكم وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا يعني ابتعدوا وهي من أشد وأقوى ألفاظ التحريم اجتنبوا لذلك جاء في قول الله تعالى فاجتنبوه فاجتنبوه هذا من أشد ألفاظ التحريم فإنها مفتاح كل شر صحيح؟ الخمرة مفتاح كل شر ولذلك قال عثمان رضي الله عنه الخمر أم الخبائث فعلا ولذلك بسبب الخمر تقتل الأنفس البريئة المعصومة بسبب الخمر تنتهك الأعراض المصونة بسبب الخمرة قد يعتدي الإنسان على من تحرم عليه بسبب الخمر قد يتفوه المخمور بكلمة الكفر نسأل الله العافية من سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن أو سب دين الإسلام بسبب الخمرة نسأل الله العافية والسلامة تكون تكون القطيعة بين الإرحام بسبب الخمرة قد تكون هناك عداوات تقدح الخمرة زناد الشر بين الناس ولذلك الخمر مفتاح كل شر ولاحظ التعبير بكل من النبي عليه الصلاة والسلام التي تفيد العموم نسأل الله العافية والسلام لعلي أن أقف عند هذا الحد لأن الأحاديث كثيرة والوقت أدركنا إن شاء الله نكمل بحول الله تعالى في المجالس القادمة بتيسير الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة